كابتن عفيفي بنحكي شوى عن التكنيك للبرازيل كيف لإيتون اليوم ونرجع ننتقل لسويسرا احنا ممكن نخدها كطايم لاين البرازيل مع تيتشي كان بتلعب 4-3-3 كان التالت في وسط الملعب كان كوتينيو ايام ما كان كوتينيو لسه غيب في حالته يعني مع دخول نيمار للعمق ومع ظهور فينيسيس غير الطريقة الـ 4-2-3-1 عشان تستوعب وجود نيمار وفينيسيس مع بعض غاب نيمار رجع الـ 4-3-3 أدخل النهاردة ثلاثة في وسط الملعب فريد كان التالت مع لوكاس باكيتا ومع كاسيميرو الرتم لسه البرازيل في المباراة الأولى ما قبل الهدف وفي المباراة الثانية ما قبل الهدف الملغي الرتم واحد تقريبا بطيء نوعا ما رجع تاني نزل رودريجو عشان يغيرها تاني الـ 4-2 أو 4-4-2 بشكل أو بآخر كاسيميرو انا متوفق تمام كاسيميرو اعتقده أفضل لعائف البرازيل في المنديار حتى الآن وكاسيميرو من اللاعبين القليلين في العصر الحالي عنده إحساس ضخمة بالمسؤولية دائم ممكن يبقى مستوى سيء أو جيد فنيا لكن على مستوى الكميتمنت لعيب رائع 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 ستيل البرازيل عندها مشكلة أن عندها الظاهرين الملعب هم أقل شيء فيها سواء دانيليو أو أليكساندرو أو حتى النهاردة دانيليو مش موجود اللاعب مكانه مليتاو مليتاو أصلا قلب دفاع مش ظهير فما قدرش يقدم دور هجومي فدايما عندك اتنين قلبين دفاع واثنين ظاهرين مش مشاركين في الهجمة مش هيتطوروا الهجمة مش هيدو لك أي أدد فاليو في الهجوم ويدي النقطة الوحيدة اللي بتنقص البرازيل غير كده ترسانة من الأسلحة النووية كفيلة أنها حتى والبرازيل مش بتقدم أفضل كورة ستيل عندها ويبنز عندها أسلحة تقدر في أي لحظة أنها تفوز بها في المباراة النهاردة كانت قوية دفاعيا بالمناسبة لكن فازت في المباراة لأنها عندها أسلحة كبيرة جدا المرة دي ما كانش فينيسوس ما كانش ريتشالسون ما كانش جيسوس كان كاسيميرو وفد مستحقة بالنسبة لي